اشتركوا في القناة اكد فيها ان الازمة الحالية مع قطر لم تفتعلها الامارات او السعودية بل ان سياسة قطر الدعم للارهاب هي السبب في الازمة الحالية وانتقد قرقاش اقدام الدوحة على اطلاق موقع باللغة الانجليزية لمهاجمة الامارات قائلا ان تتشين قطر لحساب بالانجليزية يدعو الى مقاطعة الامارات لا ينفع في التعامل مع ازمتها ليت الجهود تصب تجاه تغيير التوجه الداعم للتطرف والارهاب واضاف قرقاش ايضا ان الازمة ليست ازمة علاقات عامة بل سياسة ترسخت منذ عام 1995 تدعم التطرف والارهاب وتطعن الجار في الظهر دعيا الى ضرورة مراجعة قطر لسياساتها المهددة لامن والسقرار المنطقة ترجمة نانسي قنقر